موسيقى من طاولات السمك على مستوى سانباك كان لنا سوق السمك القادم هذه القائمة رهي مضبوطة وغادي يستفادوا منها أصحاب باقي السمك اللي كان عندهم عقود إيجار مع البلدية وزدنا دخلنا معهم وحدين كانوا كذلك هم يبيعوا السمك منذ مدة طاولة وفي السانباك هذا اللي زدناه يعني يحتوي على عشرين طاولة في هذه عشرين طاولة غادي ندروا اليوم ندرنا اليوم القراءة إن شاء الله وغادي يستلموا الطاولات التوحم ويبدوا في ممارسة هذا النشاط تعبيع السمك في يعني في نظام بعد ما كانوا يمارسوا هذا النشاط يعني في الأرصفة وفي الشارع حموا بوتليليس وإن كان هذا الشارع يعني مغلق وفي الحركة المرورية تكاد تكون فيها منعدمة وبهذه المناسبة احنا الحي يعني رئيس أمن دائرة قديل وكذلك أعوان شرطة اللي هما سهرين واغفين على راحة سكان قديل وكذلك على أن تكون هذه عمليات يعني عمليات القراءة وعمليات إدخال هذا البائع السمك إلى المسمكة القديمة والمسمكة الجديدة في ظروف جد حسنة وعادية وكذلك نضيف أنه حقيقة أنه فيه بعض بائعية السمك للأسف ما نقدروش باش يكونوا نوفروا يعني باش ترديق على الناس ما تقدرش ولكن حلا نقولوا باللي السوق الجواري اللي رأى عند المرشي عند مجيط مساقط دور وين كاينة الكوميسارية الطريق اللي تدي الحاس سيدي بن يبقى هذا المرشي رأى مخصصنا فيه يعني جانب من خصصنا جانب لبائعية السمك وغدين طالقوا فيه الأشغال لهذا حلا نطلبوا هذا البائعية السمك يتفهموا الوضع يتفهموا الوضع وان شاء الله من بعد ما تكمل الأشغال هما كذلك هم يدخلوا لهذا السوق الجواري الجديد ان شاء الله اللي غاد يكون جديد في انتظار يعني الانتهاء من أشغال إنجاز المشروع للسوق الجواري ونحن رأنا هنا في خدمة الساكينة اكديل وبرك الله فيكم وشكرا